السلام عليكم يا غالياتين إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في أحسن الأحوال اليوم إن شاء الله نقدم لكم هذا البريوش تعالشهده كما لكم تشوفوه جي بنين ومقطن يجي ما شاء الله شوفوا بعينكم يعني كيف هي جي ما شاء الله وأنا عجبني بريوش الشهده بالذات على خطر يصلح بزاف يعني ينفع ينفع يعني تديروه لومجل الأطفال يصلح تديروه الفاتور تديروه اللعشية يجيك ضيف يصلح يعني يحمر لكم وجهك شوفوا كيف هي البلات يجي ما شاء الله ديري الجامحة حبيبتي وتفضلي تشوفين مقادير وطريقة التحضير بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله عندنا كأس من الحليب الدافئ وعندنا نصف كأس من الماء الدافئ ما يعادل يعني السوائل 330 ميلي لتر عندنا ملعقة كبيرة من الخامير الجافة ونزيد كمية صغيرة على جال فصل الشتاء ولكن نجد في فصل الصيف راح ندير غير ملعقة واحدة عندي ملعقتين كبيرتين ونصف من السكر عندي بياض بيضة والصفار نخليوهم بعد للدهن يعني تقدروا يدروا بلع بيضة بما أنه أنا نحتاج الصفار للدهن قدت يعني البياض باش ما نرميش شدرتوا في العجينة نحتفظوا بالصفار جانبا ونكملوا الوصفاتنا نخلطوا المقادير مليح مليح يعني نخلطهم هكا غير خلطة هكا خفيفة بالملعقة فقط ونخليوهم يرتاحوا 10 دقائق ومنها تشوفوا الخميرة تاعكم إذا يعني تتفاعل ولا لا لا يعني هنا بش تشوفوا بش مكان لا تفزوا الوصفة إذا يعني من بعد الخميرة مش تيهاش تفاعلت معناتها راي قديمة ويسمى بش مكان لا زي تفزي فيها الفارينة والأشياء الأخرى هنايا بعد 10 دقائق يا لبنات لقيت الخميرة تعيب اللي تفاعلت راح نزيد هنا يا زوج ملاعق بركتاز زيت على خاطر من بعد إن شاء الله راح نديروا شوية الزبدة ها كامل عاقتين كبيرتان من الزيت وبعد نزيدوا ثاني شوية تع الملح حواليك نسب ملعقة كبيرة تع الملح ولا أقل شوية من نسب ملعقة ويبقى الملح حسب الحاجة نخلط شوي هذ المقادير ونبدأ ونضيفوه في الفارينة تعنا عندنا ثلاث كقوس اللي ولينتا الفارينة ندير ثلاث كقوس تع دفعة واحدة يعني مرة واحدة ونخلي الرابع نضيفوه بشوية ونشوف يعني ممكن تهزلي أربع كقوس ممكن أكثر شوية بملعقة ولا ثنين وممكن أقل حسب يعني الفارينة تعكم وحسب نوعية الفارينة اللي عندكم أنا هزتلي أربع كقوس قد قد قدوا في الأخير زيت يعني غير نصف ملعقة على جلبش ما يلسقليش في يدي برخ لازم تحصلوا على عجينة شوية متماسكة ما تكونش تلتسق بزاف في اليد باش من بعد كنزيدوها الزبدة راح تولي يقد قد يعني في القوامتها و جيت ريه و جيم رطبة ما شاء الله شوفوا هنا كنتكملت الفارينة تاعي كاملة هنا علجة الالتساق هذا كبركزت شوية على فارينة هكا علجة بش ما تلسقليش في يدي برخ يعني حوالي نصف ملعقة فقط ويعني انتم تشوفوا قتلكم الفارينة رو موش محتم ندلكم مقادير يعني كما تضيف وتوم الفارينة تعرفوا قد واش يعني راح تديروا ممكن قلتلكم تهزلكم كما انا ممكن اكثر ممكن اقل ذوكا راح نحطها فوق سطح العمل ونبدأ نضيف لها الزبدة تانا هنا كنت معجنتهاش كنت لميتها برخ ومسح ذوكا كنت نضيف لها الزبدة راح نعجنها مليح 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 بيطرها احسن انك تضيري فيها اذا عندك عجانة من احسن انك تضيري فيها مش متعبيش واذا بغتي يعني يعني اندي عجانة مشيه كبيرة بثه يعني عجينة صغيرة كما هكا ما جي فيها والو وفي القناة نحب ندير بيدي على خطر على بلي بزاف انسان عندهمش العجانات يعني مش ما يعجزوش يقولك يعني ممكن لازم العجانة وكل شي انا قاعدا نخدمي لكم باليد بش يعني لا تحتموش يعني انو لي ما عندهاش عجانة تقولك ما نديرش هذا الوصفة يعني لابيها نخدمي لكم بريد هما اصلا الوصفات اللي مدلكم كامل يصلحوه حتى بالعجانات يعني خاصة لهذا الوصفات اللي يتعجنوا يعني كيما هذا البريوش لازم يتعجن مليح كل ما يجيك طريي وقطني وكل ما يجيك السطحن تاعو املس يعني حتى في التقديم هكا بعد ما يطيب يجي املس ويجي يلمع ويجي هكا مليح يعني حتى في شكل تاعو شوفو هنا عجنتها مليح 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 حوالي خمس دقائق وانا عجن فيها ونبعد اللي هنا نحطها تخمر كنت دهنت هاذ الاناء بالزيت ونزيد ندهن العجينة تاعي بش ما تلسقليش يعني في البلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح ولا تطلع حوالي كاك نصف ساعة ولا ساعة غربة حسب درجة حرارة درجة الحرارة هالمطبخ تاعكم كنت هنا غطيتها وخليتها يعني خمرت بعد ما تخمر يا ابنت راح ندقى زيوها ونبدأو نخدمو في الخدمة تعنا يعني خدمة سهلة خلاص وممتعة بالعس يعني ما تقولوش كا متعيبة ولا حاجة حاجة ممتعة بزي ودروا يعني اللي عندها اطفال هيك تقدر يعاونوها الاطفال هيك هما يشتيو هكا يدروا بالعجين واللي ما عندهاش اطفال يعني يا ربي يرزقها ان شاء الله وربي عمر لها حجرها ان شاء الله يا ربي ليوم مره يجمعوا ان شاء الله تكون دعوة مقبولة قلتلكم يا ابنت راح نقطعوها هكا الى ستة عشر حبا يعني وحسب الحجم اللي بغيتوتو ما تحبو ديروهم صغار يخرجو لكم حتى اربعة وشرين حبا يعني ديروهم هكا صغار صغار ديبول صغار وبعدوا بيناتهم في المسافات يعني كديروهم في سنيواتكم بعدوا بيناتهم هيكا مسافة صغراتها سنتيمتر واحد بعد رام كيما يطلعون بعد رام يطرصوا في بعضهم شوفوا انا قدرتهم ستاش نحبه وجوني شوية كبار وانا نشتي هذا الحجم مثلا حبيت مدلو الديلو مجال تكفيه ما نبقاش نمدلو في زوج حبات ولا هيك صغار يعني في بعض ما مدلو زوج مدلو وحدة كبيرة شوية وتشبه انا هذو راح نحشيهم بالشوكولات تحبو ديروهم سامبل تحبو ديروهم بالفرماج يعني من المتحبش يعني الحلوه بزيف وما تحبش يعني تمد شوكولات بزيف للولادها ولا ليها هي شخصيا تقدرو تديرو الفرماج الفرماج هو حاجه مليحة يعني تقدروا ديروهم هكا كسامبل برك ما فيهم موالو شوفوا هنا ندير كمية صغيرة برك انتع الشوكولات الشوكولات الخاصة بالطلي لا تقدروا ديرو حتى الشوكولات العادية شوكولات عادية تاع المكعبات هكاو نغلق عليها مليح مليح ونحطها في السنيوة حوالي 30 سنتيمتر شوفوا كفاة بعدوا بيناتهم في المسافة باش من بعد كما يطلعوا يتراسوا ويجوا وقد قد مش كما يطلعوا يجوا هكا طالعين بزاف بزاف يعني ويبقونيين في الحواشي يعني متخافوش ديروهم هكا بعدوا بيناتهم هكا المسافة ومبعد راكم كما يخمروا شوي يطلعوا وزيدوا تحطوهم في الكوشة يزيدوا يعودوا يطلعوا كثر طريقة راي كما مواضحة امامكم يا البنات تديروا شوكولاتة يعني ملعقة صغيرة برك هذي كتاع الشاي الصغيرة خلاص وتغلقوا عليها مليح مليح ما تديروش الفارينة هنا من احسن ما تستعملوش الفارينة بش تلسقلكم يعني كتديروا الفارينة ولا زيت تخبزوا بها راي ما تلسقلكمش يعني العجينة ما تتقفلش مليح ومبعد تصيح هذيك الشوكولاتة كاملة ونستمروا كامل يعني نديروهم بنفس طريقة كما هكا حتان يعني نكملوا الكمية كامل نحطوهم يزيدوا يخمروا ولازم يزيدوا يعاودوا يضاعف الحجم تاحهم هكا يعني هنا في المرة ثانية في سعي يضاعف الحجم تاحهم من باربع ساعة يكون ضاعف وتشوفوه كما زالوا فراغات يعني بين الحبات من تاع الخبز ولا الحبات من تاع البريوش ومبس حنبعد كما تدخلوه الكوشة راح يزيد يضاعف الحجم تاحهم ويتراسوا اكثر احنا راح ندير صافر البيض كندرت له شوية تاع الخل وتحبوا تدروا له قهوة ولا تدروا حاجة اخرى ولا فانيلا ولا حاجة مهم تنحيب بها الزافار تاع البيض ديروا ودرت يعني حبها بحبها كسانوج وجلجلانية يعني انتو ما لكم الاختيار في التنزين نتمنى احبابتي اللي عجب هالفيديو يعني تضغط على زل اللايك بشي يطلع الفيديو وشوفوه بثاف الناس والحمد لله يعني في هاد القناة روكين تفاعل الحمد لله يعني نحمد ربي بثاف بثاف الحمد لله ونشكركم بثاف على التفاعلتكم وعلى يعني دعمكم ليه ناية ابنت حطتها في فرن ميتين درجة مدت حوالي كاكا شين دقيقة والله ما مشعلت لهاش خلاص من الفوق هي كيسخن تمليح الكوشة تاعي يعني هي حمر توحدها من الفوق هكا وشوفوه ابنت كيفها تجي قطنية وجوفوها الخيوط باللي تعجنت تمليح شوفوه ما شاء الله وتحمل وجهه قتلكم للضياف ولا ليكم تومة ولا لأطفالكم حتى للنساء العاملات يدوهم معاهم الخدمة يكسروا بهم الجوع يعني ما شاء الله نتمنى تكون عجبتكم هاد الوصفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته